اشتركوا في القناة لعلهم يجدون له علاجا وإما أن يكون مرضه وساوس وهموم وأحزان من الشيطان هذا علاجه بذكر الله عز وجل وبالأدعية الصحيحة من القرآن والسنة وبالورد صباحا ومساءا وقبل ذلك بالمحافظة على الصلوات الخمس فإنها عاون للعبد على كل أموره كما قال جل وعلا واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين نعم